تحقيق الأهداف المنشودة وحماية مصالح ومكتسبات المواطنين وقال سعادته أن على الجميع التحلي بروح الفريق الواحد والتعاون للتعامل مع المرحلة المقبلة وتحدياتها لتجاوزها بنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة بما فيها المحافظة على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين وعلى العمالة الوطنية ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي ومن أجل الاستمرار فيه وخلق الفرص المناسبة للمواطنين في الاقتصاد وخلق الوظائف منوها بأنه كانت هناك عدة خيارات للتعامل مع متطلبات المرحلات القادمة والخيار الأفضل دائما هو الخيار الذي فيه تأثير محدود على المواطنين وأشرى سعادته إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مستمر لدعم الجهود الوطنية لنمو واستقرار سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر